اشتركوا في القناة تتروح من بين 14 إلى 19 درجة مئوية في مصطول 12 بالمناطق الجبلية الغربية وبالنسبة لمؤشر رياح قد طلبنا نصيب من المتابعة في الولايات السحلية الشرقية قد تصل سرعتها إلى مصطول 50 كم في الساعة تبعا لذلك بحر متموج إلى محليا شديدة للطراب بخليج حمات وبجية السحل خلال يوم الغد إن شاء الله يتواصل تقص صافي إلى قرية سحب على كامل البلاد درجة حرارة فينا سق تصعودي وارقام قد تقرب إلى مستوى صيفية يقول تجاوزها المستوى 30 درجة في العديد من الولايات كالعادة قد منكم قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوى المنتظرة ظهرا بمختلف مناطق بلادنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 28 و 16 بنابل 24 بقليبيا 27 بمنزرت و 29 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة ظهرا تسعد إلى مستوى 30 بباجة بسليانة 32 بجندوبة 30 درجة بالكاف بمناطق لوساط نتوقع تزيل 28 بتالة على بالقيروان 33 بجيرة الساحل بسوسة درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 31 درجة مئوية قد نسجلوا 30 بالمناسير 29 بالمهدية 32 بسفاقس بقرقنة وبسليبوزيد نتوقع تزيل 30 بالقاسرين وبمناطق الجنوب الغربي درجة حرارة القصوى تكون في حدود 28 بقافسة 30 بتوزر 30 بيكبلي بقابس 31 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان نتوقع تزيل 28 ظهران 30 في مدين 28 بتطوين وبرمادة بالنسبة من مياحة والسيد البحري بسوحنة شمالية منطقة السيرات وخليجتونس ريح تكون جنوبية غربية ثم تتجه مساء إلى شمالية غربية صارتها من 5 إلى 15 عقدة تتقاوى تدريجيا لتكون من بين 15 إلى 25 بحر قليل الاضطراب إلى تدريجيا مضطرب بخليج حمات وبجيرة الساحل وصولا لمنطقة الشباب وخليج جابس ريح تكون من القطاع الجنوبي جنوبية غربية لجنوبية شرقية صارتها من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة والبحر يكون متموش كالعادة قدمكم فكرة حول حل تتقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشة 27 درجة صحب قليلة بدل البيضاء أجوة تكون مشمسة بالجزائر 27 25 بترابلوس بالخرطوم درجة حرارة تتواصل في مستوى 38 درجة مئوية بالقاهران توقع تزيل 22 درجة مؤشرات بعض الاضطرابات الجوية بالبقاء المقدسة أمترادية بالمدينة المنورة 27 تقس منطر بمكة المكرمة 36 32 بالدوحة 34 بأبوظوي 32 بمسقط مؤشرات أمتر بالكويت 28 خلايا رعدية ببغداد 26 درجة مع استمرار بعض الاضطرابات الجوية بشرق الأوسط 13 بدمشق صحب رعدية ببيروت بالقدس الشري 11 درجة بالنسبة لإسطنبول تقسيكون منطر 12 ظهرا وبأوروبا برومان توقع تكون درجة حرارة قسوة تكون في حدود 21 درجة 16 بيفينا أمتار منتظرة ببيرلين أمستردام بريكسل ولندن جونيف 18 تقس منطر ببيريس 13 18 مارسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية قد نسجلوا 21 بمدريد 19 براشبونة تطور رضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة تقسيكون مغيم جزئيا إلى محلية كثيفة صحاب الشمال وبالولايات الغربية خلال يوم الخميس تيارات هوئية في غلبة من القطع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعة أيضا بالجنوب مثيرة لرمال والأتربة معتدلة ببقية الجهات بحركون مضطرب إلى شديد الاضطراب ودرجات الحرارة قد تعرف تراجع نسبي في عدد من معتمدية الشمال القصوى من بين 20 إلى 25 درجة مئوية أيضا بجهة السحل ويتكون من بين 28 إلى 33 ببقية مناطق قلبيلة خلال يوم الجمعة تتنقل تيارات هوئية لتكون من قطع الشمال بالشمال بالوسط شرقية بمناطق الجنوب نشطة نسبية إلى قوية قرب سواحل ومعتدلة داخل البلاد بحركون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ودرجات الحرارة في انخفاظ موعد الأمساك والأفطار بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد الأمساك إن شاء الله يكون في الساعة رابعة وتسعة دقائق والأفطار في الساعة السابعة إلى سبع دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رست الجوي موقع الويب ترو دوبلو ذي بون بيتي و بون تين رقما موزع صوتي تجمع تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد سالة صبح بداية من الرابعة وتسعة عشرين دقيقة دور من تصف النهار وسبع عشرين دقيقة سالة العسر في الساعة ربيع ألا دقيقة سالة مغرب في الساعة سادسة وثلاثة وخمسين دقيقة وسالة العشراء في الساعة ثامنة وثنع عشرين دقيقة هكذا نكون صنع الخاتمة تنشرتنا في الختام شكرا على حصم وتابع الاتمام إلى اللقاء